تحدثنا في الفيديو السابق عن الذكاء الاصطناعي وعلاقاته ببعض المفاهيم والمصطلحات مثل التعلم من آلة والتعلم من عميل أيضا ذكرنا أن الذكاء الاصطناعي هو عبارة عن أي عملية في المحاكاة أو التقليل للذكاء البشري الذي ينتج عن طريق أي آلة أو أي جهاز فهذا أنواع عدة للذكاء الاصطناعي كمصطلحات عامة طبعا اليوم يتكلم عنها لبعض العلماء قسموا الذكاء الاصطناعي إلى ثلاثة أقسام بعضهم إلى أربعة أقسام بعضهم إلى خمسة أقسام وكل هذه التقسيمات تحتوي على نفس المقصد لكن تفرقت الفرقة التفيئة أنا أخذ الأكثر متداولاً وهو أربعة أقسام دعونا نشوف المقصد من المقصد في القسم الأول القسم الأول قسم الأول القسم الأول يسمى Reactive Machines Reactive Machines رد الفعل الآلي أو الرد الآلي فهنا مثل هذا الذكاء الاصطناعي هو عبر عن الأشياء التي فقط تعطيها input أو مدخل يعني عندك هنا ذكاء الاصطناعي تعطيك مدخل يعطيك مخرج بدون أن يكون عنده ذاكرة بدون أن يكون عنده شيء فعلى سبيل المثل لو أرسمت هناك المربع هذا كل خبر ذكاء الاصطناعي فأنا أعطيه فقط من هنا مدخل في هذا الشكل وأخذ من هنا مخرج فمجمرة أنك تعطيه من هنا input وهو يعطيك output هذا يسمى Reactive Machines على سبيل المثال لو عندنا حاسبة حاسبة كاسيو لو تعطيها فقط ثلاثة زائت أربعة وهي بتعطيك سبعة هذا يعتبر بـ Active Machines مثال آخر ونحكي لكم قصة بسيطة كان عندنا شخص يسمى كاسبارو كاسبارو في هذا كاسبارو كان بطل العالم في الشطرج هذا كاسبارو كاسبارو فينا كان بطل العالم في الشطرج في عام 1996 جاءت شركة اسمها IPL شركة الكمبيوترات اعتقدت مغظم الناس يعرفوها جاءت ذكاء اصطناعي سمته D-Blue للعزرق العامي الذي يعرف سبب التسميع شيء طيب ممكن يكتب لد فـ D-Blue هنا ذكاء اصطناعي لعب شطرج اختلاط شركة IPM جاءت شركة IPM إذا كان اصطناعي خاص بنا يتحدث تم استعد المواجهة كاسبارو فتحدثني أنا أنا بطل العالم انتم عندكم جهاز بسلطان ماذا يفعلون قبل التحدي سواء بطولة ومباراة محكمة دوليا لعب كاسبارو فالمباراة الشطرنج هي ما تكون مباراة وحادي نلعب جيم واحد وخلاص هي تكون في العدد جوالات هنا كانت ست جوالات هنا ست جوالات في شهر فبراير تقريبا من عام 1997 لاعبوا المباراة الستة كاسبارو فقط في أربعة والديمبلو فاز في مباراة وبهذه النتيجة كاسبارو وعتبر شائزة للناس بدأوا انتم سخروا على ديب بلو والذكاء الاصطناعي أو الكمبيوترات مستحيل تتقلب على الذكاء البشري فهم مبسطوا فقط بعد سنة جاء شركة IPF نفسها شهر 5 أو 4 أو 6 جاءت شركة IPF كاسبارو كاسبارو فقط كاسبارو فقط لعبوا ست المباراة ثلاث مباراة كاسبارو فاز في ثنتين وتعادل في الجولة كاسبارو فاز في ثلاث جولات وتعادل في الجولة هنا فاز بالذكاء الاصطناعي هنا تغيرت مجرى فهم الناس من الذكاء الاصطناعي تغيرت فكرة الناس ان البشر هم أفكاء فعلا من الالات وبدأ فعلا في اتجاه جدي نحو الذكاء الاصطناعي بعدما خسر البطل العالم في الشطرق في أول مبارا محكمة دولية مخسر فيها بطل أمام حاسوبة ومن ذكاء الاصطناعي الناس بدأت تتبع نحو ان الذكاء الاصطناعي فعلا قادم في قوة في مختلف نواحي الحياة هذا كان النوع الأول من الذكاء الاصطناعي نعود إلى النوع الثاني الليمنتد ممري الليمنتد ممري هذا ممتاز نستخدمه الليمنتد ممري هو عبارة عن ذكاء الاصطناعي خوار زمير ذكاء الاصطناعي ممكن تكون كذلك فقط فرق فيها من الاسم بمعناه الذاكرة المحددة أو المحدودة لكن يحتوي على ذاكرة عنده أشياء تعلمها من السابق الفرق هنا في الرياضي انك فقط عندك خوارزمية تعطي input والخوارزمية تكون بعض العمليات الحسابية الرياضية وتعطي output لكن هنا الفكرة تختلف هنا انت بتعطي input input وهنا عندك هذا الذكاء الاصطناعي وهو يعطي output هذا هو ذكاء الاصطناعي وهذا كمال كان ذكاء الاصطناعي لا يوجد ذاكرة ولا صهيرة كبيرة ولكن هناك ذاكرة مثال على هذا النوع من الانواع الذاكاء الاصطناعي تفترض أن عندك سيارة ذات سيطة القيادة لما السيارة تمشي وتشوف مثلا سيارة أو تشوف أمامها كلب أو تشوف أمامها إنسان هذا من ذاكرة التي تعلمتها هذا الذكاء الاصطناعي فهذا يعتبر limited memory artificial intelligence أيضاً لو عندنا خوارزمية أخرى على سبيل المثال هذه الخوارزمية تصنف للصورة إذا هو كلب أو إنسان أي كلب تعرف أنا أعطيها من هنا صورة إنسان مثلاً صورة إنسان هذه هي عبر عن صورة جيب في جيب أو أي شيء ممهن هنا في ذاكرة الصورة هذه تدخل تصير بعض المعالجات والحسابات بناءًا على الذاكرة مهما كانت الخوارزمية يعطيك أو تقولك إن هذا إنسان فوق يكون كذلك على سبيل المثال أو الضخان حسناً لو أعطي لو مثلاً شغلتنا مثلاً مرتين وعطيته صورة قطة قطة هل تشكنا قطة؟ طبعاً لدينا قطة فأجت هنا يقول لهذا قطة فهذا الذكاء الاصطناعي يعتمد على الذاكرة التي تعلم منها التي تعلمها المبرمج أو مهندس البيانات أو أين يكون علم هذه الخوارزمية بعض المعلومات أعطيها بعض البيانات والصور فهي تعلمها هذه الخوارزمية هذه الخوارزمية تسمى النوع الثالث يسمى Theory of Mind التي ترجمناها بالمعنى الحرفي من نظرية العقل هذا مصطلح في الأصل وهو عند علماء النفس والسيكولوجيس والأطباء النفسيين إلى آخر لكن عندنا في الذكاء الاصطناعي له مصطلح مختلف نوعنا هي في العلم النفسي مختلف نوعنا مختلف نوعنا الذكاء الاصطناعي هذا النوع من أنواع الذكاء الاصطناعي يشوف الإنسان لا يشوف الإنسان يشوف الذكاء الاجتماعي مع الإنسان مثلا أنت لو تتكلم لو تقول أنا ضمآن وأنا هاطش هذا الذكاء الاصطناعي يفهم أنه عندك شعور بالعطش لو تكلمت بأي جملة مثلا أنا أفتقد شخص معين أو إلى آخره يفهم مشاعر الإنسان و يفهم مشاعر الإنسان و يفهم مشاعر الإنسان ممكن حتى يعطيك اختراحات أو يجد حلول للأشياء التي يتفكر فيها المستقبل أنت بتتكلم و يتفاعل معك كأنه شخص يفهم مشاعرك و يفهم الأشياء التي تقولها هذا النوع يسمى Theory of Mind هو طبعا يحتوي على ذاكرة يحتوي على ذاكرة المموري و إلى آخره و تستطيع أن تقول أنه هو النوع المطور الذي تدموري لكن يفهم مشاعر الإنسان إلى آخره مشاعر الحيوان على حسب البرامج أو الخبار الممكن أن تكتبها فمثلا على سبيل المثال افترض أن لدينا تويتر فيسبوك انستجرام تيكتب علي بابا امالزون أي موقع في بيانات الناس افترض أن لدي محل سيارة فأنا باعت سيارة في سبيل المثال عندما يبيع سيارة في أمازون ثم أفترض أن لدي كمبيوتر كمبيوتر في أمازون فهذا الكمبيوترز هذا الكمبيوتر فأنا بيع هذا الكمبيوتر في أمازون و أرى التعليقات يمكنني الناس في تعليق واحد ثلاثة أربعة فأنا أخذ هذه التعليقات من نوع أرأي الناس وأضعها في خوارزمة في نوع يمكن أن تتكلمك على ما يشعرون وما يمكن آخر هذه الفكرة الأساسية من خوارجبية Theoretical Mind أنها تفهم الذكاء الاجتماعي نحن نبدأ النوع الرابع إن شاء الله تنخلطوها يسمى Cell النوع الرابع من أنواع الذكاء الاصطناعي يعتبر هو أخطر نوع من أنواع الذكاء الاصطناعي لماذا أخطر نوع؟ هنا هذه ثلاثة أنواع من أنواع الذكاء الاصطناعي نحن تقريبا حققنا النوع الأول وحققنا نوع الثاني وحققنا نوع الثالث بجزئية مقبولة نحن لسه نطور خوارزمية في هذا المجال لكن هؤلاء ثلاثة أنواع الذكاء الاصطناعي هي لخدمتها طبعا كل شيء يمكن أن يكتب فيها ثلاثة خوارزمية لخدمة الإنسان وأشياء موجهة من قبل الإنسان لكن عندما نجي عند السلف أو الناس هناك مشكلة السلف أو الناس يحيط بمعنى الإدراك الذاتي الإنسان الآن عندك هدف في الحياة تأكل، تشرب، تعيش، تشتغل، تتزوج، تعبد تفعل أي شيء يمكن تفعله لكن في السلف أو الناس الروبوت هو الذي يبدأ يفكر في هذه الأشياء الآن الروبوت لا يوجد هدف أو غرض في الحياة إلا أنه شيء تبرمجه ويبدأ يخدمك بالأشياء التي تبرمجه عليها لكن لو عنده السلف أو الناس أو إدراك ذاتي لموقعه يبدأ يكون عنده غرض يبدأ يكون عنده هدف يبدأ يحب أن يفعل أشياء بناء على وجهة نظره وهنا هناك خطر، لماذا؟ افترض أن هنا لدينا الروبوت هذا الروبوت إذا لم تكن عنده السلف أو الناس يبدأ يختمك يفعل كل شيء، لكن افترض الآن أن هذا الروبوت غرض في الصباح لدينا الروبوت في الصحة الصباح وين رايح؟ ليس شغلك، مثلا هذا ليس مشكلة لديك وجهة نظر خلافات مع وجهة نظر الروبوت مثلاً لو أنت الآن جالس تنظف الغرفة والروبوت قرر أنك لا تنظف الغرفة هنا تكون هناك مشكلة لو حبيت تنظف الغرفة والروبوت قرر أنك لا تنظف الغرفة وهو روبوت مثلاً الكباب عنده أزرعة أو القدر يوقفك تنظف الغرفة فهو منعك كيف يمكن أن يمنعك؟ يمكن أن يلجأ للعنف مثلاً إذا لجأ للعنف الروبوت هذه المشكلة لأنك لحمه حديد أو ألمانيوم أو إلى آخر من أي ما صنعه فإذا تعرضت الأغراض بين الإنسان والروبوت هذه المشكلة كبيرة جداً لكن لا يوجد خوف أغلب العلماء لم يصلنا إلى هذا الرنوع الذكاء الاصطناعي وبعض العلماء يقولون أنه مستحيل أن لا نصل إلى هذا النوع من أنواع الذكاء الاصطناعي لكن الله أعلم أن ننصر أو لا ليس متأكد لكن شيء نحن نحن نوصل عليه الآن برطبة وضع فكرة هنا لا يوجد فكرة أن هذا الروبوت يكرهك لكي يضرك إذا كان عنده هدف ورغباء أو إرادة الذكاء الاصطناعي هذا لا يوجد فكرة لا يوجد هدف أو غرف لأذيتك يكفي أن فقط أراءكم تختلف فمثلا أنت حاب أنت هذا النساء وهذا الروبوت أنت حاب تمشي إلى هذا النقطة على سبيل المثال مهما كانوا غير الروبوت إذا أنت مرّيت من هنا الروبوت سيبدأ يستخدم كل الأسالي لإيقافك وهذه مشكلة كبيرة أنه ممكن يقصر وممكن يضر إلى آخر فهذه كانت أقسام الذكاء الاصطناعي باختصار شديد النوع الأول أنك فقط تعطي input ومن ثم يقصر عن طريق عملية حسابية رياضية يكون في ذاكرة أنت برمجته وعلمت بعض الخوارزمية وعلمت بعض البيانات وعلمت بعض البيانات وبناء على هذه البيانات يتخذ القرارات ويعطيك output هنا الثورية كما تكلمنا أن الذكاء الاصطناعي يكون عندهم قدرة أن يفهم الذكاء الاجتماعي يفهم معنى الناس أو أراء الناس أو مشاعر الناس ويتصرف بها على ذلك الـ self-awareness هو إدراك ذات الروبوت يبدأ يكون عنده غرض وهدف في الحياة مهما كان الغرض أو الهدف لكن يبدأ بإتخاذ قرارات بنفسه بنفسه تماما هو النبي إنشاء وهو اللي بعداء عن المبرمج وصلنا أيضا إلى هذه فرص الذكاء الاصطناعي والاستقل للتطوير لكن هذا لم نصل إليه بعد وهذا فقط كان درس اليوم أتمنى لكم يوم طيب